قديش قلنا ذكريات بهالبيت اللي صغير يا عمري يا أخي قديش كان يصلح ويشتغل بهالبيت لا يظل ساترنا ما بعرف فريدة أنا لهلأ مو مستوعبة أنا كنت متحملة كل شي كرمال أخوكي ساكتة وصابرة ورضياني بنصيب اللي الله أسم ليه ما كان بدي شي من هالدنيا غير إنه يضل فوق رأسنا إليلي كيف صار هيك؟ مو عمل العملية وعأساس بلش يتحسن عن جد ما بعرف عأساس أموره منيحة الدكاترة قالوا لنا في خطورة بعض العملية وممكن ما يتحمل بس نحنا ما توقعنا يمكن كان جسمه كتير تعبان وما كان عنده القوة ليقاوم أكتر وما تحمل الكلية اللي ينزرعي فقالت وشفته عميد حسن بس ما تحمل وراحه وتركني هههههههة فقاليا لي جوحكا معي قال لي لتعالي بدي هيكل بشي ضروري مقدرة عجي بعد حاول أدقل له كتير بس طلع لي خطه مسكر يعني بلكي بيكون قلك ليش قلي إيجي شو كان بده مني تعرفي شو كان بده فريدة اسمعيني وين ما كنت تعيب سرعة في شي لازم تعرفي شي ضروري فريدة انتي لازم في شي بدك تقل له يا شو بدك تقل له بدك تقل له انه كل قصة الزرع كذبة بدك تقل له انه هيتها بسيرية وانك عم تموت وما في امان بس مشان تحرق لقلبها طيب مدام حالتي مايوس منك ليش اخدت المصاري اسكت اسكت شو خسران يعني معقول ما يطلع لي شي بعد ما تحملت العيشة معه بدي امن حالي انت عم تموت موت وريحنا كلنا انت بترتاح وبتريحني شو بيعرفني انا يمكن كان بده يشوفك لاخر مرة لانه حس حاله انه تعبان ويمكن ما يتحمل اللي في شي ضروري طيب انت ليش ما اجيتي فريدة؟ هو كان عم يهلوس كل الوقت باسمك ياريتك لحيتي تودعي انا الناس اللي مثلك حافظهم وبكشفهم من نظرة واحدة وحركاتهم ما بتمشي علي انا ماني موافع على الاذن وبعدين انت قريتي لشوف ووقعتي وعلى هالأساس اشتغلتي اللي بأي مدينة بانقرة ووالتاريخ؟ تساطعش ازار الفين وواحد وعشرين بأي ملف عم تقرأ كأني خربطت هاي مناقصة قديمة شكل بالك مشغول بشي شو اللي شاغل بالك يمكن انا بعرف شو قصدك ايه بتعرف طبعا شو اللي خلها هذيك البنت تهرب؟ ايه تصطفل تمشي ليش شاغل بالك فيها؟ ما تحملت وقررت تمشي كنت عرفان من الاول بس انت قصريت تجربة معلش هاي المرة طلع الحق معي بابا ما بظن انه راحت بدون سبب انا شايفك كيف عم تتعامل معا من وقت ما ايجت ما في داعي تنكر انا شايف بعيني اسوتك عليها وان شاء الله ما يكون متل ما عم فكر اكيد بتعرف قديش حرام تقطع برزق حدا خاصة اذا محتاج خاصة اذا محتاج خاصة اذا مرفش توانا محتاج هم تنكر اذا محتاج 祝ك توانا مراهي المنصنن hamان ها هو نفسك دربي حاول ها هو نفسك للمدينة فريدة كيفك أنا جاهدة أهلين خالي جاهدة بدي اتطمن منك ما معي وقت كتير عم بحكي من الموبايل مهرب هلأ طم نيني شو الأخبار شو صار معك إن شاء الله أمورك بالبيت منيحة كل الأمور تمام فريدة صاير معك شي ليش ما عم تردي الله يوفق لاتشغلي لي باني أخي أخي توفق على جاهدة ما لحق تشوفه آخر مرة أنا ما كان باقي لغريخي بهالدني هلأ خلاص ما بقي لي حدا حبيبتي أنت لما طلعتك أنت بدك تروحي تشوفي دغري وأنا اللي منعتك حقك علي لا مو بسببك ما شفت أخي بسبب مين أميري اللي ما سمح لك أكيد هو إذا عمل هيك هيك يا حبيبتي سماعيني أمير مانو سيء مثل ما نكم فكرة بس هو موجوع كتير والوجع خلا يصير هيك هو بالحقيقة شخص إنساني وما بيظلق حدا أبدا يمكن أنا غلطت لأني حملتك حمل أكبر من طاقتك ولزمتك بوعد صعب يمكن ما تقدري تكوني أدو سامحيني أنت معنك مدينة لأيلي بأي شي إذا ما بدك ترجعي على الأصل لا ترجع أنا ما بقبل أنك تنهاني وتتعاملي بطريقة غلط أنت أنت حدا كتير منيح وبتستاهلي تعيشي حياة أحلى أنجد شكرا من كل قلبي شكرا لأنك تفهمتين بس الدين دين رح لقي طريقة لرجع المصاري أنا بوعدك هل موضوع نحن حكينا فيه من قبل ما بدي إياك يترجعيهم أنا هلأ مضطرة أني سكر ديري بارك على حالك فهيدا العوض بسلامتك ما بعرف ليش رجعي بكي كتير حملته بس معا هيك ما سكت معي خير شبك هون شوفي ما بعرف بس ما عم يسكت معنا يمكن اتعود عليها أيام أنتصلت أخ يا أمي شو عملت لحطة طفشتة للبنت ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ايه شبك منع الصبح رح تكسر الباب شو شايفنا بمنامه؟ لا ما في داعي هي ما عم تطلع من رأسي مين هاي ما فهمت علي؟ مين يعني فريدة؟ قال لي لا إذا ما رح توافق بالحسنة فبالغصب لأنه أنا ما بينقال لي لا فهمي يا لا 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 تكسر الباب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر